اهلا بكم من جديد ما زلنا بنتابع موضوع زيادة الاسعار اللي بيدرب السوق المصري يعني لما تتكلم كده عن زيادة الاسعار وتسأل المواطن اقف كده في الشارع في المدرسة في المستشفى في الدكان في المواصلات واسأل المواطن ماذا زاد او ما هي السلع اللي زادت عليك هذا العام اعتقد مفيش حاجة ما زادتش ونسب متفوتة وحاجات زادة الاضعاف والمواطن اغير سلوكه الشرائي وسلوكه الغذائي وسلوكه الترفيهي بسبب زيادة الاسعار سيب بقى الخدمات على جنب واسيب الحاجات الترفيهية على جنب وتعلينا نتكلم عن الاكل اللي هي لقمة العيش اللي بيأكلها المواطن او الفطار والغدا او الغدا والعاشة على حسب امكانياتك احنا بلد طول عمرنا ما عندناش مشكله في الرز درجة ان احنا في يوم من الايام حسب كلام حسينة ابو صدام كنا بنزرع بالتنين مليون فدان والتلاتة مليون فدان على الرغم من هذا الكلام مردود عليه احنا دولة بنحب او شعب بيحب الرز نعمل الرز مع لحمه مع فراغ نعمله محشي بيت هيقلي مفيش صفرة في البلد مفيهاش رز الا السنتين اللي فاتوا ازمة في اسعار الرز ازمة في المعروض في الرز او تحديدا من 2019 وجاي من اول ما قررت الدولة تقليص مساحة الرز المزروحة خليني اعرض لحضراتكو انفو جراف كده بمساحات الاراضي او الافدنة المزروحة او المنزرعة بالرز قبل قرار عبدالفتاح السيسي تحجيم وتقليص مساحة الرز لحد النهاردة حطيلي كده الانفو جراف اكون شاكر لحضرتك الانفو جراف اوت شايف الانفو جراف ده بيرصد مساحات الاراضي المزروحة بالرز من 2002 لحد 2008 قالك ان في 2002 كان 1500 مليون 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 وخمسين الف فدان اه الفين و �ilata milion وخمسمية اربعة مليون خمسمية واربعين اه خمسة مليون ربعمية وستين ألف اه ستة مليون وستتمائة الف سبعة اه يعني الفين وسبعة مليون وستمائة وثمانين الف الفين وتمانية الحاد الفين وتسعة عشر تقريبا كان المزروح بتاعتنا بتتراوح ما بين اه مليون وسبعمائة الف ومليون وتلتمية مليون وربعمية ده زي ما بتوضح الصورة اللي قدام حضراتكو يعني وصلنا في 2019 لمليون ومتين الف فدان 2018 مليون و300 الف فدان الفجوة اللي حصلت خلال السنتين اللي فاتوا جات منين جات من ان احنا حسب كلام الحكومة يعني بنزرع المليون ومتين الف دول طيب احنا المفروض يعني المليون ومتين الف دول يطلعوا قد ايه طن بتاعة ده رز شعير قالك هيتطلعوا خمسة مليون طن خمسة مليون طن دولت لما اتبيتهم وتحولهم لرز ابيض يدونا تلاتة مليون ومتين طن احنا كشعب مية وخمسة مليون مواطن عشان تحقق الاكتفاء الزاتي محتاج تلاتة مليون وخمسمية الف طن انت السنة اللي فاتت بعد قرار الحكومة بتقليص المساحة المزروعة وحرمان باقي المحافظات والاقتصار على تسعة فقط حكومة زرعت فقط مليون وخمسة وسبعين الف فدان وحصلت الازمة اللي شفتوها سعر الرز وصل تلاتين وخمسة وثلاتين وفي بعض الاحيان وصل خمسين جنيه والمواطن ما كانش يلاقي الرز والرز مش موجود في التمويل ولا موجود في المحلات ولا في السوبر ماركت تقوم الحكومة بدل ما تحل المشكلة تقرر هذا القرار بدءا من العام القادم قالك مصدر بالزراعة تقليص مساحة الرز بنسبة 25% الموسم المخبل تعالا نحسبها بالورقة والقلم احنا لما كنا زرعين المليون ومتين الف فدان دولار كانوا بيدونا 3 مليون ومتين طن رز وكان بيبقى عندنا عجز 300 الف طن من الرز سنويا لما تنقص المساحة بنسبة 25% يبقى توصل تقريبا لـ 800 الف فدان 800 الف فدان دولار بعد ما كنت بتزرع مليون ومتين الف 800 الف فدان دولار هيدوك تقريبا 2 مليون و900 طن من الرز انت حاجتك قد ايه سنويا حاجتك 3 مليون و500 الف من الرز يبقى انت بقى عندك عجز السنة دي والسنة اللي جاية حوالي 600 الف طن من الرز بعد ما كان عندنا اكتفاء ذاتي السنة اللي فاتت عندنا عجز فقط 300 الف طن السنة اللي جاية بعد قرار الحكومة اذا نفذ يوصل العجز لـ 600 الف طن وده معناه تضاعف سعر الرز نقص في السلعة اللي موجودة وايضا ما فيش تصدير لان احنا الحمد لله بعد ما كان عندنا اكتفاء ذاتي بقى عندنا عجز اسمع كده النقيب الفلاحين سيد حسين ابو صدام هو بيتكلم كنا فين وبقينا فين في زراعة الرز عشان المية اتجت الحكومة في الفتر الاخيرة لتحديد مساحات القرص يعني احنا لوزارة الري مع وزارة الزراعة حددوا المساحة بـ 724 الف فدان كان كم يا فنم قبل سمومة؟ حتى كنا بتزرع بالـ 2 مليون و3 مليون فدان بس هو طبعا حددوا المساحة بـ 724 الف فدان تروى بالنيل وحوالي 200 الف فدان رز الجاف و150 الف فدان بتروى بـ مية الصرف الزراعي ده كلام حسين ابو صدام عن مساحة الرز زمان والمساحة دلوقتي قالك 750 الف فدان مية نيل 200 الف فدان اللي هو الرز الجاف او الرز اللي ما بياخدش مية كتير وبعد كده عندنا 150 الف فدان تقريبا ده الرز اللي بيروى بالصرف الصناعي يبقى الإجمالي مليون 75 الف فدان بعد ما كنا بنزرع 3 اربع او مليونين و3 مليون زي ما بيقول حسين ابو صدام شوف هذا الخبر في 2009 تم تحديد زراعة الرز في تسع محافظات وده حفاظا على المية ومبقى في 2019 بعد عشر سنوات من هذا الخبر بدأ الموضوع يمثل جريمة وبدأت الدولة تجبر الفلاح على التناقص وتقليل المساحة المزروعة بسبب خطر سادة نحطة انا دلوقتي يعني مقدر نحن عندنا ازمة في المية عندنا عجزة ونهر النيل اللي بيمثل خمسة وخمسين ونص مليون متر مكعب من المية واللي بيعتبر يعني المورد الاساسي والاهم من المية اصبح معرض او مهدد لكن انا كمواطن سلعة استراتيجية كنت في يوم من الايام بعتمد عليها ولما بتنقص من السوق اديكو شفتوا السنة اللي فاتت ايه اللي حصل طب تاخد قرار تاني بتقليل المساحة لكن المراضي بيزبط الربع او خمسة وعشرين في المية طيب ما انت عندك اراضي بتقول انك استصلحتها طب ما انت اعمال تقولي انك زودت مساحة الزمام الزراعي عمال بتقولي انك وفرت المية عليكت مية البحر عليكت مية الصرف الصحي لكن كل ده لان احنا مية النيل اساسا مهددة بالاندتار وزارة الزراعة في الفين واحد وعشرين بالتعاون مع وزارة الري اتفقت على تسع محافظات بمساحة السبعمية اربعة وعشرين الف فدان ضيف عليهم المتين فدان بتوع السلالات الموفرة ومية وخمسين الف فدان من المية الملحة نتيجة هذا الكلام ايه؟ نتيجة هذا الكلام زيادة في اسعار الرز زي ما بيرصد بعض الخبرة ويمكن الخبر اللي كان في الموجز قبل شوية بيقولك خبراء يتوقعون زيادة اسعار الرز او اسعار الرز الشعير في البلد رفعت رفعت الف جنيه مرة واحدة اسعار الرز الابيض وصلت تتروح ما بين خمسة وتلاتين وتمانية واربعين وفي اوقات الشحة او في اوقات الازمة وصلت خمسين الف جنيه احنا ليه بنقول هذا الكلام؟ نقول هذا الكلام لان للأسف فيما يبدو ان احنا داخلين على ازمات متتالية لسه ما طلعناش من ازمة البطاطس اللي الكيلو فيها تجاوز الخمسة وتلاتين تقريبا ازمة الطماطم اللي الكيلو النهاردة بقى بخمسين جنيه داخلين على ازمة رز نهاية هذا الموسم ازمة سكر ايضا الدولة النهاردة بتقول انها قال ايه بتستورد سكر في حين ان احنا بوازنا الفلاح وبوازنا الاراضي اللي كانت بتزرع اصب وبنكر كل هذا بسبب الحلول المؤقتة كان مسؤول عن نقص مساحة الرز في البلد فهي الحكومة اللي ضيعت حقنا التاريخي في نهر النيل وميت النهر كان مسؤول عن مشكلة زيادة سعر البطاطس فهي ايضا الحكومة اللي خلت الدولار التلات اضعاف واحنا بنستورد مية في المية من التقاوي البطاطس من بره كان مسؤول عن مشكلة السكر فهي ايضا الحكومة اللي اهملت الفلاح اللي بيزرع القصب فبطل يزرعه واللي بيزرع البنكر فبطل يزرعه فزادت اسعار السكر وقلت المساحة المزروعة بالقصب فيعني مفيش في ايدينا غير ان احنا نقول شكرا يا حكومة لان كل مصايبنا اللي احنا عايشينها بسبب قرارات كل خاطئة وعدم وجود رؤية وخطة واستراتيجية للتعامل مع مشكلة المواطنة